اشتركوا في القناة لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن جاز له أن يقرأ من المصحف في بعض البلدان في بعض القرى حتى المدن ممكن يعني يصير فيه إمام للمسجد بس ما يحفظ نقول اقرأ من قصار السور يقول حتى في صلاة الفجر نقول حتى في صلاة الفجر ممكن تقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة يعني لنفترض أن هناك شخص عامي لا يحفظ إلا قصار السور ويريد أن يصلي الليل ساعتين كيف يصلي الليل ساعتين نقول اقرأ قصار السور بعد الفاتحة وكررها كررها عشر مرات عشرين مرات لا مانع وإن أردت أن تقرأ من مصحف لا مانع ترجمة نانسي قنقر